للحديث أكثر ينضب إلينا من عدن قيس الشاعر الكاتب والمحل السياسي أهلا بك سيد قيس معنا يعني بداية كيف ترون العمليات العسكرية وخاصة فيها في أكثر من جبهة وخاصة في نهم وتعز وميدي كيف ترونها؟ في الحقيقة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني المسنود بقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تسير في مسارها الصحيح وهو القرار المتخذ من الحكومة الشرعية التي تمثل شرعية اليمنين قرار صحيح بحسب المعركة عسكريا دون اللقوع إلى أي حوارات سياسية أو تفاهمات سياسية مستقبلا كون الانقلابين الحوتيين أو جماعة الانقلابين الحوتيين وحليفهم المخلوع علي صالح تشكل على المجتمع اليمني بشكل عام خطر على المجتمع اليمني وأيضا خطر على دول القوار وهذه الجماعة لن تخضع ولن تنصاع لقرارات مجلس الأمن ولن ترضى بالشروط التي تفرض عليها إلا بعد أن يتم تقزيمها ولن يتم تحجيمها أو تقزيمها وردها إلى الصواب إلا عبر الأهل العسكرية والطلعات الجوية التي تنفذها مغاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية غير هذه الأمور لن يكون هناك أي حل للمسألة الصراع في اليمن إلا متى ما استطاعت قوات الجيش الوطني من السيطرة وبسط نفوذها على المزيد من الأراضي في الداخل اليمني وبالذات وأيضا حسم معركة صنعاء متى ما استطاعت قوات الجيش الوطني حسم معركة صنعاء أيضا حتى موقف المجتمع الدولي سيتغير الذي هو يغض الطرف عن الجماعة الإنقلابيين الحوثيين التي اليوم تدمر المباني وتقتل الإنسان وتعتقل الكثير من المواطنين وأيضا تسعى لنشر الطائفة في أوساط اليمنيين وتمزيق النسيق الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد سيد قيس بالنسبة لتقرير التحالف الدولي الذي رصد انتهاكات حقوق الإنسان يعني كيف يمكن استخدام هذا التقرير لمحاكمة الإنقلابيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب هذه الجماعة في الأول والأخير كما هو معروف أنها لا تخضع لأي قرارات أو لأي اتفاقيات ولا تعترب بأي مواثيق دولية سواء كانت لحقوق الإنسان أو لغيره لذلك يجب في بداية الأمر حسم المعركة عسكريا والدخول إلى العاصمة صنعاء ومن ثم إلقاء القفض على هؤلاء الذين يتزعمون هذه الجماعة وعلى راسم عبد الملك الحوثي وغيره من القيادات التي هي مطلوبة لقوات الشرعية ومن ثم عرض ملفهم على المجتمع الدولي لمحاكمتهم دوليا هناك كما هو معروف حسب القرار 226 قد صدر على عقوبات على عبد الملك الحوثي وعلي صالح وغيره من الموالين لعلي صالح وعبد الملك الحوثي لكن هذه الجماعات الانقلابية التي انقلبت على الشرعية اليمنية وانقلبت على كل المواثق الدولية وانقلبت على المبادرة الخليقية لا تعترب بكل هذه الأرضيات لذلك يجب في البداية حسم المعركة عسكريا ومن ثم ملاحقتهم ومطاردتهم حتى في أوكارهم وفي جبالهم وإلقاء الغفض عليهم وعرض ملفاتهم على المجتمع الدولي ومحاكمة دولية لكي ينظر فيها أمام المجتمع الدولي أنا شكرا كنت معنا من عدن قيس الشاعر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شكرا لك شكرا لك شكرا لك